اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واذهبوا أن يستغفر دائما وأبدا وابشروا بما يسركم ومن فوائده أنه يمتعكم وهو متاع حسن وهو راحة للجسم وانشراح للصدر ويمتعكم متاع حسن في هود ومنها أبشركم أنه قوة في الجسم وجرب كثير من الفضلات كثرة الاستغفار وأدمنوا عليها فأبدلهم الله قوة في أجسام ويزدكم قوة إلى قوتكم ومنها أنه طريق لنزول الغيث والرحمة ويرسل السماع عليكم إدرارا وللأبناء والذرية لمن كان عقيما ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهار وأنه الفرج والمخرج فعند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب بالاستغفار يحل الإسكال وتحمل الأثقال ويشرح البال ويرضى ذو الجلال سبحانه وتعالى بالاستغفار قال علي وقد ذكر هذا صاحب الحياة ينقل عن غيره عجبت لكم عندكم الداء والدواء ضعوا دواءكم على دائكم قالوا ما هو قال داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار وقد ذكر الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر أن الحسن البصري جاءه رجل قال جدبت ديارنا قال عليك بالاستغفار فجاءه رجل قال أنا عقيم لم يولد به قال هنا أنت من الاستغفار وجاءه رجل فشكى إليه الفكر قال عليك بالاستغفار قال الناس يا بسعيد هؤلاء سألوك فقلت الاستغفار قال ذاك شكل جد فقلت عليك بالاستغفار لأن الله قال يرسل السماع عليكم مدرارا والثاني شكل عكم فقلت عليك بالاستغفار لأن الله يقول ويمددكم بأموال وبنين والثالث قال ويجعل أموال وبنين الذي شكل الدين قال ويمددكم بأموال وبنين فهو يكشف عنه الدين ويقضي عنه إن شاء الله ما عليه من مستحقات مالية ويغنيه هذا فتو أهل البن في ذلك وثبع حسن قثاده بن سيب كان يفتون من كان عقيما بأن يستغفر ربه ومن جرب الدو عرف حدثني حد الفضلاء في الرياض أن له قريب كان له زوجة من ثمان سنوات لم تنجب وما ترك مستشفى حتى عرضها عليه في الأخير أوصاه بعض العلماء قال عليك بالاستغفار قال فأدمنت أنا وزوجتي وأكثرت من الاستغفار فرزقنا ذرية لأن الواحد الأحد عنده كل شيء لا تحل العقد إلا باستغفار لأن ذنوبنا تحول بيننا وبين مطلوباتنا فإذا استغفرنا أعطانا الله مراداتنا الاستغفار أقرب طريق إلى الواحد القهار الاستغفار أحسن سبيل إلى العزيز الجبار من أراد رزقا أو إن شراحا أو صحة أو مالا فعليه بالاستغفار وأعرف بعض الرحوة مدمنين على الاستغفار دائما وأبدا حتى سارت لهم عادة والذكر كما قال القاضي صاحب روضة السنين قال الذكر أوله كلفة وآخره ألفة فأنت كلف نفسك غالينة ثم يصبح لك كلفة وعند أحمد في المسند من حديث أبي سعيد يروى اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون هكذا حديث أحمد لا تتلومون هذا الكلام بعضكم قد يستغرب لماذا لكم مجنون لا لا من هيامي بكثرة ذكر قلت إن كان هذا مرض سمونا فالله يديم هذا المرض ويجعله مستمر قال الغزالي في الإحياء فالناس يكثرون من محبوباتهم فعلى قدر حب الإنسان يكثر مما أحب الآن انظر هو يضرب أمثل لكن أضربها أنا بأسلوب العصري ولا هو ضربها أيضا بأسلوبه يقول إذا دخل الناس في مجلس ترى العقاري دائما يتحدث له في الأراضي مشغول عمره ثمانين سنة وباقي يأجر وعقيم وبالمفتاح من هنا ورايح يوكع على الأوراق وبيدخل القبر وبيسحب على وجه القبر طيب وين الذكر وين الأوراق وين حصل المسلم وين لا إله الله مئة مرة وأموال أموال شيكات شيكات ومصاب بالسكر وعنده 14 مرض بعدين يصاب بتخمه ويموت هذا كده بعض الناس وبعضهم يتكلم في الأخشاب لأنه نجار يقول لو جعلتم الباب من هذا من الصندل ومن هذا من الزان ومدركة يعني ثقافته في هذا والشاعر قصائد يحفظها حتى رأيت عاميا أمره 70 في الرياض يحفظ قصائد مهب ومدب كلها قال فلان وقال القاضي هذا الشاعر ومحسن الهزاني وقال فلان ورد عليه فلان ولا يحفظ ظن يسع عمان هذا كده يعني فأولياء الله إذا رؤوا ذكر الله عز وجل كان ابن تيمي إذا نزل في الأسواق وقال للناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله نزل شيخ الإسلام ابن تيمي أبو العباس فبعض الناس إذا رأيته ذكرك في الواحد الأحد ترجمة نانسي قنقر